يعني هو إزاي بكل استمتاع في الجنة؟ وهل الواحد بتبقى قدرته أو تقته في الجنة زي قدرته أو تقته في الدنيا؟ لا قال لك لا النبي عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا يعني إحنا هنجامع زوجتنا في الجنة زي ما بنعمل يعني ده زي ده بالظبط كده قال والذي نفسه محمد بيدي إن الرجل لا يفضي بالغدات الواحدة إلى مئة عذراء غداء واحدة يعني الصبحية الغداء عن الصبح تفضي إليه تجامع مئة واحدة ده مسلم تتبزر وأبي يعلى ما تتخضش ما تقولش إزاي ما تقولش العاجة الجنة يا رب يا أخوي تخش الجنة يا رب نخش الجنة كله مش عشان نمت عذراء لا عشان نخش الجنة قول يا رب قول يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من أهل الجنة يعني هنا بقى صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه في الغداء الواحدة يعني في الصبح أو كل يوم أو في اليوم بتفضي إلى مئة عذراء طب أنا أجيب طاقة إزاي طب أنا أقدر إزاي يا عم ده الواحد في الدنيا كان بيطلع مرة ولا بيعمل مرة ولا بتمرس لعلاقة مرة في الأسبوع ولا مرة كل أسبوعين يعني هعمل ده مئة مرة في اليوم النبي عليه الصلاة والله بيخلي بالك أنت في الجنة أنت مختلف عن الدنيا خالص قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مئة رجل في الجنة يُعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجمع في الأكل والشرب والشهوة والجمع فقال رجل من اليهود فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة يعني الحاجة يريد أن يقضي حكته هو أكل ويشرب فأعيز في إخراج قال له رسول الله حاجة أحدهم عرق يفيد من جلده فإذا بطنه قد ضمر خلاص كده يبقى هو الأكل والشرب ده بيخرج على هيئة ما فيش دولات بيخرج على هيئة عرق العرق ده في شكل مسك خلاص كده عرق يفيد من جلده والنبي عليه الصلاة والسلام قيل له آناطة أو في الجنة في وط في نكاح في جماع في علاقة قال نعم والذي نفسي بيدي دحما دحما يعني هتعمل وهيكرر كذا مرة فإذا قام عنها يا الله يا الله المفروض أن الجامعها أصبحت إيه سيب هي قبل ما جامعها هي بكر إلى أن يفضغ شائل بكر أو إلى أن يجامعها أو إلى أن يحدث إدخال طب هنا بقى الطبيعي أنه بعد ما حصل إدخال أصبحت سيب فإنما أصلي أقول لك والذي نفسي بيت دحما دحما هي بقى في وط متكرر فإذا قام عنها اللي جامعة دي رجعت مطهرة بكرى وده من نعيم الجنة يا رب ورزقنا الجنة أولو أمين أولو أمين عشان نشوف سيدنا النبي والله صلى الله عليه وسلم عشان نشوف ربنا سبحانه وتعالى وعشان نشوف الصحابة وعشان نتنعم من نعيم أهل الجنة وعشان إحنا لا نريد عذابا ولا ثبورا اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا من النار وأدخلنا الجنة والمشاهدين والمشاهدات يا رب مع الأبرار اللهم أمين عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي جامع أهل الجنة أهل الجنة يبقى فيه استنتاع وكذا قال دحاما دحام ولكن لا منية ولا منية لا منية يعني ما شابه فيه إنزال ولا منية يعني ما فيش موت حسنة مستقرا ومقامة يا أهل الجنة خلود بلا موت يا أهل النار خلود بلا موت يبقى أول حاجة أنت هتعطى قوة مية هتفض أو هتجامع مئة امرأة في اليوم اللي حج معها ستعود بعد الجماع مطهرة بكرة لتالت حاجة رب حاجة أنه مش هيبقى فيه من ولا منية يعني مش هيبقى فيه إنزال ولا هيبقى فيه إيه ولا هيبقى فيه موت خلاص كده طيب حتى ربنا سبحانه وتعالى ببقى فكرة في سورة يسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون قال لك في افتضاد الأبكار لا يعني كنا يعني أنت حتتمتع في الجنة لكن اكتهت في الدنيا إنك تصل إلى هذه المنزلة ابن القيم في حد الأرواحي باب الخمس وخمسين بيقول يعنوان باب في ذكر نكاح أهل الجنة ووطئهم والتذاذهم بذلك أكمل لذة ونزاهة ذلك ونزاهة ذلك عن المذي والمني والضعف وأنه لا يجيب غسلا يا سلام يا سلام يعني أنت هتجامع ولك أن تجامع مئة امرأة وستعود بكرة مطهرة وتعطى قوة مئة رجل ولا إنزال وبالتالي لغتسال يعني هكذا ما شابه فيه إنزال وهكذا ما ما فيش بعد الجماعي أو العلاقة في الجنة اغتسال تمام كده؟ طيب هكذا كما جاء فيه النصوص سواء من القرآن أو من السنة أو من شروح علماء الأمة